اشتركوا في القناة المناطق الغربية الوسطى والشرقية نشاهد معكم في هذه الصور هنا كيف سيكون هذا الاضطراب على المناطق الجزائرية نشاهد معكم حالة قوية أمطار وثلوج ستكون في الموعد بداية من يوم الأحد إلى الأثنين القادم تستمر هذه الأجوال باردة وأيضا الشتوية وتساقط الثلوج والأمطار إلى غاية يوم الخميس الرابع عشر والخمس عشر من شهر جامف نشاهد معكم في الصور متابعين بعد هذا الاضطراب ستشهد المناطق الجزائرية استقرار في أحوال الطقس وتقريبا أيضا أجوال ستكون باردة الأيام المقبلة وبعد هذا الاضطراب إلى حين ذلك متابعين كرامس وفيكم أيضا بعلو تساقط الثلوج وأيضا المناطق الولايات المعنية بقوة لحد الآن تقريبا مرتفعات الأوراس ومرتفعات أيضا وليات الهضاب العليا سطيف برج بارريش تزيوزو بيجايا أيضا جيجيل واميلة بالإضافة إلى أم البواقي أيضا مناطق البورة البوليدة بالإضافة إلى المدية عين الدفلة وليتيارة السعيدة والسيدي بالعباس الأغواط البيض والنعامة تقريبا هذه المناطق ستشهد ثلوج قوية وتراكمات قوية جدا عكس أيضا المناطق الأخرى التي ستشهد أيضا ثلوج لكن دون تراكمات قوية إذن سنوى فيكم متابعنا كرام بسمك الثلوج وأيضا المناطق الولايات المعنية إذن كل شيء بيد الله قد تتغير تحديثات للأحسن أو للأسوأ وقد تلغى أيضا بعض المناطق وقد تزداد أيضا بعض المناطق إضافة لهذه المناطق سنوى فيكم بجديد لاحقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته